موقف بدر بنون في النادي الاهلي مبدأيا خلينا أقتل لكم بس أي حاجة ليه علاقة بأنه واحد اتعمل التقارير الطبية والتقارير الطبية بتقول إنه بدر بنون مش حيرجع على النادي الاهلي كلام ده غلط أرجوك هذا الكلام خاطئ وليس صحيحا على الإطلاق اتنين ليس في نية الاهلي على الإطلاق ولا تم التحدث في مسألة رحيل اللاعب أو عرضه للبيع أو أي حاجة من هذا القبيل النادي الاهلي ينتظر الوقت المناسب اللي حيكون فيه بدر بنون موجود فيه صفوف الفريق والجهاز الطبي لنادي الاهلي بيتواصل بشكل مستمر مع اللاعب من أجل الوقوف على حالته الصحية ومدى تحسنها بيتسو موسيماني كمان بيتكلم مع الجهاز المعاون والجهاز الطبي بشأن حالة اللاعب وبينتظر باستمرار تحسن حالة بدر بنون علشان يكون موجود كابتر محمود الخطيب استفسر من الدكتور أحمد أبو عبلى عن وهو كمانه كابتن سيد عبد الحفيز عن حالة اللاعب وأكدوله أنه اتحسنت حالته إلى حد كبير جدا وأنه محتاج مزيد من الوقت للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا الاهلي متواصل مع بعض الأطباء في برشلونة والبايرن من أجل متابعة حالة بدر بنون وتحديد الموعد الجديد للفحوصات الطبية اللي حياخد عليها لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أو شركة الكرة لم يطرح تماماً فكرة أو لم تطرح تماماً فكرة رحيل بدر بنون عالقالي وتم تأجيل هذا الأمر لنهاية الموسم لحين الوقوف على حالة اللاعب واستجابته للعلاج بعد تدعيات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب فدي القصة كلها منطقة اللي سلاموا عليكم عشان حضراتكم تكونوا عارفين حاول نحطكم فيه الصورة طيب برضو بيرسي تاو نهاردة المباراة كان فيها تعرض اللعب لكادمة محمد هاني أنا أحب دايماً في الحاجات دي ما فيهاش مجاسفة كلام ده كلام عن الحالة الصحية استدعي إما مصدر طبي أو مصدر طبي يعني هي ما فيهاش فهلاوة ما فيهاش اجتهاد يعني فالدكتور أحمد أبو عبلا رئيس الجهاز الطبي رئيس الجهاز الطبي بالنادي القلي إليك بيرسي تاو تعرض لإصابة عبارة عن كادمة فيه الرجبة خلال مشاركته فيه مباراة النهاردة الفحص المبدئي بيّن أنه الإصابة عبارة عن كادمة فيه الرجبة هيعمل مزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة أكتر علشان يقف على حجم الإصابة ومدى تأثيرها هاني اشتكى من بعض الألام فيه العضلة الضمة وبالتالي كان الجهاز بيفضل جهاز الفاني بيفضل استبداله علشان يقدر يكون موجود اللاعب معها الفترة اللي جاي مسماني إدى راحة للعيبي النادي القلي 8 أيام بعد الفوز على المريخ الراجل شايف إنه مفيش ما يدعو لإهلاك اللاعبين خلال هذه المرحلة وبالمناسبة وبالمناسبة فيه ناس بتققوا معترضة على فكرة الراحات إنه اللاعب ياخد راحة لكنه تدريبيا موجود مع فريق دايما محطوط تحت ضغط ضغط المباريات الضغط هنا المقصود بيه في المباريات الضغط الفني والضغط البدني كلاهما يعني مضغط نتائج نفسياً فنياً عايز حق نتائج أفضل مضغط من ناحية إنه المطشط كل 3 أيام كرة فيها متغيرات كتيرة وفيها حاجات كتيرة مختلفة عن زمان واحد من ضمن الطرق المستخدمة هي طريقة الراحة اللي بيمنحها مثلاً بيتسو الموسيماني مدرسة فيه ناس تقولك لا والله يعني 8 أيام دول كتير لكن أنا الحقيقة بشوف إنه مهم جداً جداً إن اللعيبة تلتقت أنفسها بشكل مناسب وإن هي بقى عندها القدرة على الإحساس بالفصل شوية من كرة القدم لأنه ده بيعود عليهم سلم انتوا شايفين النادي الآهلي الفرق عاملة إزاي الفرق عاملة إزاي شوف حتى تحليل الرجل المدير الفني ليه سانداونز وانا بحترمه جداً قالك النادي الآهلي هو وصل إلى هذه المرحلة من عدم الحسم كفريق بسبب الحالة البدنية قالك هو فريق الأصل بتاعه الصبغة الأساسية بتاعته هي الحسم يعني هي فريق حسم فريق قوي يعني بيخلص ماتشات صباح الخير أنا النادي الآهلي أخش أكسب الماتش وأمشي عوامل الحسم دائمة متوفرة في النادي الآهلي بس هي عوامل الحسم والكلام هنا للراجل مدير الفني منجيتي عوامل الحسم بتتوفر إمتى عندك لما بتكون وقف على رجلك مش مضغوط كل تلت يام ماتشات ورايح من هنا ومسافر من هنا وراجع من هنا وإفريقيا بقى إيه كلها ما بينها وبين بعض سافر معلم دراب لك 11-12 ساعة برضو بطيارة خاصة آه بس 11-12 ساعة هيقل له يعني ومن هنا الهين 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 وتلاقي قابلك ماتشات ده قدر النادي الآهلي آه حاجش قال حاجة بس أنا ببين لك إنه أحيانا الراحة السلبية قد يكون لها فائدة تعيد إلى الفريق مرة أخرى الظاهرة الأساسية اللي فيه اللي هي الحسم واستنتلك على كلام الناس ورؤية الناس للنادي الآهلي